الاغتيالات في تعز ملف غامض وشائك او هكذا يبدو الامر قاتل مجهول يجول الشوارع ويختار اهدافه بعناية سلسلة متواصلة من القتلى اخرها اغتيال ثلاثة من منتسب المقاومة التابعين للواء الطلاب كانوا ضحية لقاتل مجهول في ليلة واحدة ملابسات الحادث لم تتكشف بعد لكن التحليلات والرؤى كثيرة ومتعددة فبين من يرى بان هناك عملية منظمة الهدف منها اشعال فتيل الصراع بين مكونات وفصائل المقاومة وهذا الرأي يستند الى طبيعة الاغتيالات واماكنها والجهة المستهدفة خصوصا وان الحادثة الاخيرة تضاف الى سابقة اخرى جرى فيها اغتيال ثلاثة من عناصر المقاومة التابعين للمكون السلفي قبل اشهر وبين رأي اخر يرى فيها عملية عشوائية لا تتعدى عن كونها تصفية حسابات شخصية لكن الثابتة في كلا الرأيين المتاضادين ان هناك انفلاتا امنيا ترزح تحت وطأته المدينة منذ اشهر كثيرة وانه السبب في العديد من الانتهاكات التي طالت الكثير من السكان بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم وقطاعاتهم وان كان الصحفيون هم اكثر من طالتهم تلك الاعمال التعسفية اذا هي ظاهرة خطيرة بدأت بالتوسع والانتشار وما يفاقم من خطرها حالة الصمت المزرية التي تقابل بها فالجهات الرسمية والامنية لم تخرج باي تفسير او تصريح حول ما جرى ومثلها ايضا الاحزاب والمكونات السياسية التي لم تدن واكتفت بالصمت حتى الان وعليه تبدو تعز امام اشكالية جديدة وخطيرة هي اقل ما يمكن ان تكون في غناء عنها خصوصا وان معركتها مع الميليشيا على اشدها وليس من الحكمة انتشار هذه الظاهرة الخطيرة اشتركوا في القناة